طيب تعال نروح على الدواجن ونشوف التأثير عامل ازاي خصوصا بعد انخفاض سعر الفول الصوية وسعر الدورة ناخد معانا على تليفون دكتور محمد احمد صالح وعضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لمنتجي الدواجن اهلا بيك يا دكتور اهلا بيك سيد بيه وفلسانة عمد روك الطيب والسادة المشاهدين بخير وبنتمنهم ان شاء الله شواهد رمضان ظهرت في اسعار التراخ واسعار نزلت نزول كبير قوي من في الخمس تيام اللي فاتت وان كان ده النزول برضو مؤثر على المنتجين لانهم لا يحققوا الربحية المطلوبة ليهم عشان يقدروا يكملوا الدورات ولكن احنا كلنا بالزاهم بالحد من الغلاء وانزول الاسعار في السطرة اللي احنا كلنا لابد ان نقص كس كس وإيد في إيد عشان نسيطر على التفاع الاسعار وخاصة في المواد الاساسية وخاصة في البروتين الحيواني هو كده سعر في المزرعة الكيلو عامل كام ابيض عامل من 82 ل85 حسب الوزن وحسب بعد المزرعة عظيم ده كده على الفراخ البيضة ده على الفراخ البيضة طيب احمر وساسو ده الساسو النهاردة عامل 62 جنيه بس هو ده لا يمثل نسبة كبيرة من المبيعات لا يمثل الغلبية ابيض الغلبية ابيض الغلبية ابيض لانه وهو ده اللي بيبقى زي ما مثلا بنقول سعر الدهب بنقول سعر العيار 21 اراضة ايوه هو ده بيبقى السعر برضه بس بنسبة سعر الفراخ الفراخ البيضة هي السعر لأساس سعر الفراخ ما اذا كان سعر الدهب بنزل سعر الفراخ ما ينزلش اه كل نزل طيب كده سعر سعر المزرعة 82 مثلا ده معناه انه يوصل للمستهلك بكام يوصل للمستهلك ده نقطة بقى حضرتك يعني اصبت كبد الحقيقة بالكلمة دي ليه لان احنا بنعلم المشكلة وزيد الحلقات الوسيطة ما بين المنتج والمستهلك وده المشكلة بتاعت ليست فقط صفحة الدواجن ولكن كل منتجين اي حاجة في مصر الحلقات الوسيطة دي لابد ان تتقلص ولابد ان يتحطلها نظام احنا بنقولش الناس ما تشتغلش تقول تشتغل بس تكسب بالمعقول وتدي الدولة حقها اذا هرجع تاني انا معاك مية في المية انه الحلقات الوسيطة دي بتسبب مشاكل كتير يجب ان تنضبط لكن هرجع تاني على سعر المزرعة 82 المفروض يوصل للمستهلك يسمع كام 10 فرق 10 فرق كمان كتير المنتج نفسه ما بيكسبش 10 جنيه في الكيلو ماشي في 45 يوم او في 40 يوم ده خمس دقايق بيكسب 10 جنيه اه يعني احنا بنقول المكسب بتاعه اما يبقى كل يوم 2.5% ده يعمله في الشهر حضرتك لو اشتغل 20 يوم في الشهر هيعمل 10 في المية في الشهر مش في السنة ايوه اه فالموضوع ده لازم لازم يبقى فيه منقشة مجتمعية عشان نوصل بمنظومة ازاي الحلقة الوسيطة يتحدد سعر النسبة الربح بتاعيه يعني المفروض انه يعني لما يبقى كل الحلقات الوسيطة دي كسبانها تلت وامتلت يبقى سعر المستهلك 92 اه بالضبط كده وده كده كتير وده كده كتير يعني 90 كفاية اه اه كمان اهل من 90 كفاية 89 انا لو علي عايزه ب50 اه 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 احنا نفسينا نرجع نشتري الدورة زي زمان بتلات تلاف جنيه هتلاقي الفراخ بقيد 25 وعشرين جديد مش بخمسين دي محضرتك بتقوف والله يا انا اوعى على الدولار بخمسة وسبعين قرش سنة تسعة وسبعية كان عنده اربع سنين وقتا انا حضرته 29 قرش سعاد الله 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 اه على كل يعني فيلي يذهب الدولار الى حيثما يذهب احنا اللي يهمنا ان احنا هنخفف من الاسعار على المستهلك قدر الاستطاع احنا هنتابع معاكم ويمكن كان النهاردة كمان يعني الحوار الوطني كانوا عندهم اولى الجلسات في المحور الاقتصادي بيتكلموا على ارتفاعات الاسعار والسيطرة على الاسواق وبنتوقع انهم يطلعون مجموعة من المخرجات اللي فيها ان شاء الله ان شاء الله حلول ناجحة انا بشكرك جدا دكتور كل الشكر ليك يا فندم دكتور محمد احمد صالح وضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لمنتج الدواج حسنا